نعرفك كمحلل سياسي ولا مرة عرفنا أنه صوتك هلأت حلو حط إيذك بيذي وإيذك على البندوقية يلا يرفيقي ونسلك درب الحرية الصور المؤلمة اللي بتشوفيها بتعزز فيكي روح الانتقام والحقد تقاتل؟ أكيد وقاتل أكيد هذا اعتبر أنه حزب الله ما ترك على مقاعد الاحتياط بطلب إيراني ورح تتفاجأ أنه فيه مفادين عرضوا إغراءات مغريات تقدمات المنطقة ممكن تذهب إلى ما هو أكبر بكثير من لبنان والعدو الإسرائيلي تراجعت حظوظه الرئاسية أو على العكس؟ ما سمعنا بيان يطلع بيان قائد جيش يطلع يقول أنه نحن هنا وهذا جيش الوطن ونحن نمارس دورنا في الدفاع عن بلدنا طيب شو رأيك بالحملة اللي صارت على الصحفيين؟ يعني أنت وعم تقولي نشرة أخبار تكشفين عن مفاتنك تقبلي يعني هل هذا ضرورات عمل كمان؟ بيقولوا أنك بوق لحزب الله اللي بيعطيني مصاري يجي يقلني مش كتير بتحب الرئيس بالرئيس ليش؟ هذا البعض يفتري علي أتبر نفسك لبناني أولاً أو شيعي أو لحظة بحس حالي أنه البلد ما بيسيعني ولحظة بحس حالي أنه أحلى انتماء أنه أنا من بيت عبدالساتر مشاهدينا منحييكم بهالحلقة الجديدة من بودكاست اللي بيصرنا نستضيف فيها الكاتب والمحلل السياسي أستاذ فيصل عبدالساتر أهلاً وسهلاً فيك يا أستاذ أهلاً وسهلاً فيك يا أعطيك العافي يا أهلين ولا منعرفك كمحلل سياسي ولا مرة عرفنا أنه صوتك هالأد حلو شو قصة هالأنشود الجديدة اللي عاملة؟ والله أول شيء شكراً للاستضافة وتشرفكم معك مادام ريتا وخاصة أنه آخر حلقة من برنامجك هالسنة نعم فمنها نقلك هلأ ميلاد مجيد شكراً وعيد رئاسين مبارك إن شاء الله إن شاء الله بيكون أيام أحلى على الجميع إن شاء الله يا رب علينا وعليك وعلى أهلنا بفلسطين طبعاً بالنسبة لمسألة الصوت يعني أنا اللي بيعرفوني يعني من أكتر من ثلاثين سنة وخمسة وثلاثين سنة يعني بيعرفوا أنه أنا كنت قائد المسيرات والمظاهرات والأناشيد والنبات الحسينية بتشياء الشهداء المقاومة يعني مش جديدة لي هذا العالم يعني كلها يعني لكن قطعت عنه بطبيعة الحال لعما بفتنة بالعالم الإعلام فمعات في تناسب بالصورة إجاء ابن أختي وعم بيحكي معي ابن أختي المنشد حسين زعيطر يعني فقال لي خالي نعمل شي هيكي لفلسطين بصوتك ويكون أنا وياك فلقايت الفكرة حلوة بمعنى أنه يعني حدا بالإعلام صارت صورته معروفة يعني قدم تحية لشعب فلسطين للمقاومة في فلسطين فأجت فكرة النشيد وسجلناها بستيديو والحمد لله يعني الناس كيف تشاريت هلأ طبعا في ناس بتنتقد يعني في ناس بتقول أنه والله أنت يا فيصل الآن بالإعلام والتحليل السياسي ما في داعي في ناس بيعتبروها أنه بالعكس هذه تحية يعني الناس أمزجي يعني ما حدا بيقدر يرضي كل العالم يعني بس أنا بالنسبة لإليه عملت شي حلو وحبيته وهلأ كمان بالمناسبة كمان انتصل فيه حدا يعني فلسطيني شاعر وبعتلي مبارح قصيدة وعم يطلب مني أنه أنا من أختي نقولها إن إن شاء الله هلأ مشوك شو مش السوق ولك يا أستاذ ما أعرف يعني سؤال ليش لفلسطين ومش للبنان باعتبار أنه الحدث فلسطيني بامتياز كان في أحداث سابقة بلبنان أعرف أعرف ما عم بقول لا أنا عم بقول الآن ما يحصل في غزة أمر عالمي وليس أمر محلي يعني ما تتعرض له غزة حرب إبادة بكل ما الكلمة من معنى فبيحس حاله الواحد الرسام الممثل الفنان بالمناسبة بيوجه تحيي للفنان يوسف حداد وردني حداد الفنانين يعني على هذه المواقف المشرفة اللي عم بيعكسوها على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا دليل على أنه موضوع فلسطين أخرج الجميع وأظهر كل هذه الإنسانية الكبيرة ولم يعد هناك منفروقات بين الناس لا بالطوائف ولا بالمزاهب ولا بالأهواء السياسية لأنه الإنسانية أكبر بكتير من أن نحدها بجغرافيا معينة فلذلك كانت التحية لفلسطين تحت هذا العنوان أولا أنها هي قضيتنا الأساسية في المنطقة ثانيا أن غزة قدمت أسطورة في الصمود حقيقة أنه فيني يقول أنه جاوزت روسيا وجاوزت فيتنام يعني جاوزت ستالينجراد وجاوزت أيضا فيتنام نعم ودك تسمعنا شي من هالأنشودة؟ لا هلأ مش حافظها يعني شو قا صرت مثل الفنانين يعني صرت أنه حلق صوتي تعبين وكذا لا لا مش صوتي تعبين مش حافظها يعني لأنه يعني هي المطلع حط إيذك بيدي حط إيذك بيدي وإيذك على البندوقية يلا يرفيقي ونسلك درب الحرية طبعا اخترناها نقولها باللهجة الفلسطينية صحيح اللي هي لهجة بلاد الشام عموما كإيقاع وكلحن يعني بما أنه بن أختي يعني هو موسيقي أيضا نفس الوقت فهذا المقطع اللي حافظه يعني بس هي القضية بش أنه مهم تقولي المهم أنه اللحظة اللي أنت بتقوليها بهذه الروح يعني هلأ بوعدك من نشيدة تانية يكون حافظه أكتر خلاص؟ نعم عظيم ونشودة بعرف بتغني عتابة صح؟ ودبكة شو مسبع الكارات؟ لا العتابة بتاعي في نحنا أولادة بعلبك يعني العتابة جزء من تراثنا الأساسي والوالد اللي يرحمه كان عازف ربابي ويقول صوت حلو ونحنا بالبيت جمالا يعني في أنا وأختي يعني أختي كمان صوت حلو كتير وهي بتقول بمجالس النساء يعني الموالد والأعراس يعني مشهورة كتير جمانة عبدالساتر معروفة يعني وأنا صوتي حلو يعني كنت يعني والوالد وعندي ابن أختي حسين زعيتر وبنت أختي كمان جمانة زعيتر كمان يعني كأصوات بالبيت عموما في أصوات حلوة صحيح هاي دويراتي من مين؟ هلأ بتصور يعني هلأ بحسب المثل الولد لو بار بيطلع الثلاثلين ولا الخالة بما أنه نحن الإخوال فأولاد أختي يأخدين منا نحن يأخدين من الوالد بطبيعة الحال صوت حلو وكان يقول يعني يعني هو يقلف أبيات عتبة يعني هاته نفوت شوي بالشق السياسة طبعا نحنا لأنه البرنامج شوي مسجل ما منفوت بالتفاصيل اليومية بس منسأل هيك السياسة العامة إذا بدك أكيد عم بتتابع تطورات فلسطين لحظة بلحظة معروف عنك أنه هيك شوي قلبك رئيء صح؟ أنا ما بعبشو القلب الرئيء أنا يعني مقاتل أنا مقاتل وعسكري سابع يعني يعني إلي بالميدان يعني عظيم بس هذا لا يمنع أنه الواحد يكون متفجر إنسانيا وحنون أكيد شغلة مهمة عظيم قدام المشاهد اللي بتمثل إنسانية مشاهد قتل الأطفال التهجير اللي عم بيصير حيصار المستشفيات الدخول إلى المستشفيات التنكيل بيئة الأسرة والمشاهد اللي شفناها خلال الأيام الأخيرة يعني شو شعور فايصل عبدالساتر؟ غضب ولا شو بتحس يعني بهذه اللحظات؟ شوفي يمكن يمكن كل واحد فينا بتتفاعل فيه مشاعر متعددة قد تبته متناقضة أحيانا يعني الصور المؤلم اللي بتشوفيها بتعزز فيك روح الانتقام والحقد وبنفس الوقت بتفجر فيك كل إحساس بالحنان والعطف يعني هاو دي جمعين مع بعضهم إنه ما بيزبطوا بس إنه عمليا هذا قد يكون دافع إلى أنه هذا يعطيكي زخم أكتر لمواجهة العدو لما بنقول عدو هون يعني العدو الذي ينتهك كل شيء مش العدو بالمعنى التقليدي فالإسرائيلي مش عدونا بالمعنى التقليدي يعني خصم أو عدو أو عدو يعني بالفكر السياسي أو شيء لا يعني هذا عدو فعل كل شيء صرق وطن مزق أمي زرع في المنطقة ليشتت شمل هذه الأمة مع كل اختلافاتها ومع كل تنوعها لكنها أمة على الأقل أمة اللسان إذا لم نقل أمة الهوية وأمة الطائفة أو الدين مش هيك على الأقل أمة اللسان يعني كلنا نتحدث باللغة العربية بالمنطقة مش هيك إجا هذا الكيان ليفرق بين هذه الدول ويمعن فيه الشرزمة بين هذه الدول فلذلك هو مش بس سرق وطن سرق تاريخ وحاضر ومستقبل أمة كان يمكن أن تجتمع على أي شيء لازدهارها على أي شيء لتقدمها إنما هو ساهم في إبقائها يعني رجعية متخلفة ساهم في إذكاء الحروب بينها والفتن بينها فضلا عن أنه مارس كل أنواع القاتل كل أنواع الإجرام يعني شو بدي شو بدي استحضر صور لما بتآه يعني هون لما بتستذكر هالأيام الأخيرة أو من بداية عملية الطفان الأقصى شو الصورة اللي ما بتروح من بالك عن كل ما حصل في شي معين بعدو حاضر والله حقيقة صور كتيري بصراحة صور كتيري بس يعني في صورة الطفلي هاي اللي عم ترجو من بعض القصف اللي عم ترجو هاكي في هالطريقة وما أدرة تحكي ما بتعب تحكي يمكن تكون لعلها أكتر صورة صادمة في الصورة اللي مبارع شفناها اللي حامل ضحية والدنيا عم تشت شتى وعم يمشي بالماء وحاملها ما بعرف إذا طفل ولا طفلي يعني لأنه الفيديو ما أظهر لنا بس واضح أنه ضحية ملفوفة بكفن أبيض في الصور الزلم الفلسطيني ما بعرف إذا مقاتل أو مدني هو بس لعله مدني يعني الصورة واضح أنه مدني اللي حامل بنته أو حفيدته بيطلع إلا أنت روح الروح اللي صار تراند يعني وكل العالم أخدت صور صور كتير يعني حقيقة يعني كثرة الصور من غزة تنسيك الصور التي شاهدتها من قبل يعني أنت كل يوم أمام صورة جديدة هلأ الصورة الآن المحتلة المشهد صور هؤلاء الذين أخذوا من منازلهم من مراكز الإيواء بينهم أطباء ومهندسين ومحامين عروا بشكل شبه كامل بطريقة جدا مشينة فيها فيها انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والقانون الدولي مش بس هيك تعرضوا للضرب والشتم والأزية وبس أنه مفترض يقولوا أنه نحن مقاومة وهن مش مقاومة هن مدنيين هذه الصورة الآن الأكثر حضورة ما بتخاف أنه الناس تتعود بمعنى أنه قد ما عم نتابع صور ومشاهد القتل والدمار والأصف والعمليات وبعد مرور كل هذه الأيام اليوم الفلسطيني عنده خوف أنه يا عالم ما تتعودوا على هذه المشاهد لأنه نحن لسنا مجرد أرقام قديش برأيك العالم خلاص يعني بطلت عنده نفس التفاعل مثل الأيام الأولى لعملية طفان الأقصى تعفي برافو عليك لأنه سؤال مهم وهذا ينم عن زكاء ومتابعة دقيقة شكرا وبدأ هنيك على السؤال بصرف النظر إذا كنت حيطة بكل الملابسات تعول وصواضح أنك لقطة مفتاحة يعني بمعنى أن تتعود العين على المشاهدة فتصبح كل مجزرة عادية بالنسبة لإله لأنه أدمنى مثل هذا الأمر وهذا ساهم فيه أيضا وسائل الألام من حيث لا تدري يعني وسائل الألام هي عندما تريد أن تعطينا هذه الصورة تريد أن تنقل لنا ماذا يجري لكنها باللاوعي قد تكرس فينا مثل هذا الأمر بمعنى أنها تساعدنا على الإدمان لأنها تكرر العرض بشكل متواصل أو 24 على 24 هذا الأمر أنا أم تكتشفته بل ربما ذهبت إلى مسألة قد تكون مفتعلة يعني بمعنى مجزرة مستشفى المعمداني الأهلة بغزة كأنها كانت مقصودة لأخذنا إلى هذا المشهد يعني هذا المشهد الذي يكرس إذ بنا نذهب إلى حرب المستشفيات صحيح فتصبح صورة مستشفى المعمداني تنسينا إياها المستشفى الذي يليه والشفاء وما جرى بالشفاء ليصبح الشفاء هو الصورة العامة الأساسية التي تتكرس في الزهن لكن عمليا قضية على عشرات المستشفيات وطبعا هذا الأمر مين لطاقته بشكل مزبوط لطاقته واحد يعني ربما هو لا يكون في هذا التصنيف لكنه طبيب هذا الطبيب شو قال عندما تريدين أن تحدث واقعا مريرا يغير الصورة بالكامل تضربين القطاع الطبي والصحي لا لأنه بيصير أي واحد بده ينصاب ما بيصير إله علاج فهو يضطر إلى المغادرة خلاص عم تقطع سبل الحياة يعني بالضبط تقطيع سبل الحياة لدفع الناس إلى الهجرة وقد يكون هذا أحد أهم الأسباب الركز عليها الاحتلال ضرب القطاع الصحي لفتح المعبر ودفع الأهالي إلى الهجرة بالجملة إحداث العديد أو الكثير من الإصابات التي تحتاج إلى العلاج خارج الأراضي لأنه لم يعد هناك من إمكانية للعلاج هذه الصورة اللي كما اشتيها أنت كتير ممتازة أن يصلت الضوء عليها يجب أن لا ندمن مشاهدة هذه المجازر حتى لا تنسينا أو تصبح المشاهد عادية يجب أن نوصي كل شيء لوحده قبل شواء لتلي أشعر بمشاعر الحقد والانتقام عندما أتابع اللي بيصير بغزة يعني اليوم لو أتيح لألك حمل السلاح والقتال تقاتل؟ أكيد أقاتل أكيد عندما يصبح الأمر لزاما وواجب شو يعني لزاما وواجبا؟ شوفي مثلا عندنا نحن خليل ما عليش لو فت بالمعنى الديني الآن عند المسلمين هناك واجب كفائي وواجب عيني بسموه الواجب الكفائي هو ما تقوم به جماعة يسقط عن آخرين والواجب العيني يصبح لزاما على كل فرد عندما تصبح القضية الأدى خطيرة فيصبح على كل فرد بعينه أن يحمل السلاح وأن يكون في الجبهة هذا بسموه واجب عيني عندما يصبح الأمر واجب عيني بالتأكيد أنه سيكون موجود لن أفر من الزحف ولن أفر من الجهاد أو من الجبهة طبعا هلأ هاي العبارات يمكن تستفز البعض أو يمكن تعتبرها أنه تحويل القصة دينية لا أنا أحكي بالمعنى الشرعي يعني بالمعنى الشرعي هذا اسمه جهاد ضد العدو لأنه هون العدو ما ياخد صفة عدو ضد الدين وعدو ضد الوطن وعدو ضد الإنسانية فعمليا تنطبك عليه هذه الأوصاف وتنطبك عليه فكرة الجهاد ابتداء لكن هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يبتدئ به إلا أن يكون هناك فتوى شرعية عم بحكي الآن بالفكر الإسلامي أما عندما يصبح الأمر اعتداء عليك مباشر فهذا يسقط الفتوى الدينية لأنه الفتوى بتصير جاهزة وليدة اللحظة وهذا موجود في كل النظم عند المسيحية موجود عند من لا يؤمنون بالأديان موجود يعني بمعنى أنه إذا دخل عليك عدو ليعتدي عليك وعلى أرضك وعلى عرضك فالدفاع هو واجب مقدس وبالتالي كل واحد يعني يستطيع أن يحمل السلاح عليه أن يحمل السلاح أما فكرة الانتقام حتى لا تؤخذ بشكل مجرد لأنه فكرة خطيرة الانتقام تعرفي عند المسيحيين مثلاً أنه دائماً هذه الكلمة تصير حساسية أنه ما في شيء اسمه حقد بالنموس المسيحي أو انتقام شاك وعند المسلمين ما في شيء يعني لا تزير وزيرة وزراء أخرى عند المسلمين يعني بمعنى أنه أنا إذا الإسرائيلي عم يقتل إخواتي وولادي ومش عارف شو هذا لا يعني أنه أنا روح أقتل أولاد وقتل نسوان ومش عارف شو أكيد لا لكن الانتقام من آلة القتل الإسرائيلية من هؤلاء الجنود من المجرمين إلى آخر لكن هذا لا يعني أن نمارس نفس أفعالهم وهذا غير مبرر بطبيعة الحال أستاذ فيصال بس اليوم سقوط شهداء لبنانيين وسقوط مقاتلين أيضاً من حزب الله وبيطلع بالبيانات على طريق القدس في كتير لبنانيين بيطلعوا بيسألوا طيب مش حرام كل هذه الأرواح اللي عم بيروحوا شهداء على طريق القدس يعني ربطاً بالقضية الفلسطينية مش لأنه في شي خاصه بلبنان شوفي هلأ هذا السؤال يطرح كتير من الإشكاليات في الواقع اللبناني ومطروح بالداخل اللبناني طبعاً طبعاً موجود موجود وعلينا أن نتقبل مثل هذا النوع من الإشكاليات أولاً هناك شيء بالمفهوم الديني عندما نقول أن هؤلاء الشباب الذين نذروا أنفسهم للدفاع في سبيل الله وليس في سبيل أي شخص آخر فتصبح القضية هي قضية في سبيل الله وليس قضية في سبيل أشخاص فعندما نقول أن هذا الشهيد هو شهيد على طريق القدس لأن القدس هي طريق من طرق التي توصل إلى الله يعني بمعنى منصوص عنها أنها طريق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا دفاع مشروع عن الأرض وعن المقدسات البعض يعتبر عزراً على المقاطعة البعض يعتبر أنه هذا النوع من الخطاب قد يحمل بطياته بحسب البعض طبعاً تلاعب بعقول الناس أنه كل شيء منعطيه غطاء ديني حتى يصير إذا بدك التحكم بالناس أسهل من خلال أعطاءه هذا الخطاب الديني والبعد الديني بوقت هي القصة سياسية مش دينية لا خليقاً نقول يعني عند حزب الله يختلط المفهومين مع بعضهم يعني فيه مفهوم ديني ومفهوم سياسي أكيد يعني ما فينا نجرد الديني شوفي العنصر الديني هو عنصر معبئ بامتياز وإذا جردته يعني إذا جردته الواحد من النظم الدينية بصير موته أشبه بالانتحار يعني إذا بدك بالمعنى الدقيق للكلمة طبعاً ما بدي حاسب الآخرين لأنه هذا جدل أثير في وقت من الأوقات في التاريخ اللبناني المعاصر عندما كنا نتحدث عن الاستشهادة من هو الاستشهادة فالاستشهادة هو الذي يفجر نفسه أو يقوم بفعل يدرك تماماً أنه سيستشهد من خلال هذا الفعل لكنه يريد أن يصل إلى مرتبة معينة في السمو والارتقاء إلى منظومة قيامية ينتمي إليها وبالتالي فكرة الاستشهاد هي فكرة كتير دينية إذا بدك بهالمعنى سحبت مجازاً على كل من يقاتل دفاعاً على الأرض فما ممكن تقولي إذا ريتا أو فيصل حملوا سلاح وهن مش بحزب الله أو بأي حزب آخر ديني حزب وطني واضح ما فيك تقولي إنه هاو دي ميته وما فيك تقولي إنه هاو دي انتحره بالتأكيد هاو دي استشهده لأنه هان الشهادة مش مربوطة بس بالمسألة الدينية الشهادة هي شاهد يعني الشهيد والشهيدة هما من يشهدان على ما كان موجود ويشهدان على من كان موجود بس ها علاق السياسة لبناني استاذ فيصل عمقول هاي علي انقسام سياسة لبناني ميش معمولاني ما في انقسام بنظر البعض من لم يستشهد دفاعاً عن لبنان بنظر خصوم حزب الله هو ليس شهيد لبناني صحيح ميش هلا هون مرة بنحكي عن الشهيد ومرة بنحكي عنوان الاستشهادة الشهيد ما فينا نجرده عن الشهادة إذا كان عنده مثل هذه النظم القيامية التي يؤمن بها هلا العنوان السياسي الذي يكون هو الحامل لهذه الشهادة مرة بنقول عنصر من قوى الامن فات عمديهم محل بيع مخدرات وصار اطلاق نار واستشهد عنصر قوى الامن هون هو مش رايح لا يستشهد هو رايح لا يقوم بالواجد صح بس مش بالضرورة انه رايح يستشهد يعني طيب عندما يستشهد عنصر قوى الامن او عنصر الجيش اللبناني ادبياً انت ما عم تقولي رايح عم يدافع عن الوطن هو رايح ليحمي المجتمع من شر هؤلاء الافاقين او الذين ينشرون الرزيلة بالمجتمع فحكماً ان احنا منعيط له شهيد بصرف النظر اذا هو عنده قناعة انه هدي الشهادة في سبيل الله او مش في سبيل الله لكن عملياً الواجب يقتضي منا انه شهيد لكي يبقى هذا الوطن فبهذا المعنى لا فرق بين من يستشهد وهو يحمل قناعة دينية دفاعاً عن وطن او عن امه وبين من يستشهد وهو يحمل قناعة وطنية دفاعاً عن وطنه انا ما بعتقد انه اللي عم يستشهد بجنوب الآن من حزب الله وهو يدرك تماماً انه في مواجهة العدو الاسرائيلي فهو يجمع بين الاسنين هو يدافع عن الارض وعن لبنان وايضاً يدافع عن المظلوم الذي هو شقيقه بس وين في دفاع عن الارض وعن لبنان طالما حزب الله بلسانه كما يقول الخصوم دائماً بيطلع وبيقول انه نحن عم نخفف الضغط عن غزة بهذه العمليات صحيح صحيح نحن يعني ليش ليش بدنا نكون عنا دور بغزة شوفي هايدي شغلة مهمة هايدي شغلة مهمة لانه عملياً طيب بمنطق الأمور إذا نحن جزء من هذه الجغرافيا وفي لعنة الجغرافيا الحاكمية التي تحكمنا أحياناً طيب الآن نحن جارنا زئب مفترس هذا الزئب المفترس لم يوفر أخينا الذي هو في بقعة تانية لكن محادلة إلنا عملياً طيب إذا افترسوا بالكامل هل هذا سيكتفي بهذا الافتراث طيب ما إسرائيل تتحدث في كل أدبياته عن إسرائيل الكبرى نعم وعن إسرائيل العظمة مشاي وحدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل موجود هذا بكل أدبياته طيب إذا الآن تركنا هذا العدو يتصرف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي له خصوصية بأنه قطاع مستقل يعني عنده حكم استقلال زيتي مش عارف شو ويتصرف معه بهذه الطريقة طيب إذا تركناه ينتصر ويعلن انتصاره الصاحك والماحك على المقاومة الفلسطينية من جهها وعلى الشعب الفلسطيني من جهها فهذا العدو لن يترك لنا أي وسيلة إلا وينقض علينا فيها فلذلك بعض الأحيان أنت تقومين بأشياء وقائية دفاعية ابتدائية لكن حزب الله كان ذكيا إلى درجة أنتو بتقولوا أن أضعف إسرائيل من أن تشن حرب على لبنان في تناقض يعني صحيح أضعف من أن تشن حرب على لبنان ابتداءا لكنها مع هذا الدعم الدولي اللي ظهر وكل البوارج الأمريكية والغربية اللي إجت وكلهم عم يشاركوا بغرفة العمليات أخذ العدو الإسرائيلي شيء من التنفس الذي لم يكن يحلم به على الإطلاق وطبعا هذا جاء قراءتنا نحن أو قراءتي أنا حتى لا أكون أنا عاكس قراءة حدا قراءتي أنا شخصيا أن هذا الكيان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر أصيب بزرزال كبير إلى درجة أضاع التوازن وهذا لم يحصل في تاريخه رغم أنه بحرب 73 خسر ورغم بال2006 خسر ورغم بال2000 خسر ورغم بالمواجهات المفتوعة مع حزب الله عم يخسر لكن هذا الذي حصل داخل ما يسميه إسرائيل العظمة وإسرائيل القوية والإمبراطورية واللي هي مسيرة الأمن بالمنطقة كان كبير إلى درجة أضاع صواب الكيان إذا بدك قرأتي أنا أن هذه البوارج إجت بعد أن كان هذا الكيان يؤمن مصالح هؤلاء ويحميها جاء ليحمي هذا الكيان وبالتالي أصبح هو من بحاجة للحماية فتح الجبهة الجنوبية من لبنان نصرة لغزة جاءت لتؤكد فكرة أساسية بالنسبة لحزب الله أولا أنك أيها الشعب الفلسطيني غير متروك وأنك أيها المقاومة غير متروكة اثنين للقول أن فكرة زوال الكيان أصبحت فكرة منطقية هذه بأدبيات حزب الله لكن لأعود إلى الفكرة التي تحكيها من الواقع اللبناني أن هذا الكيان أضعف من أن يشن حرب على لبنان وقد قالت سيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله أكثر من مرة أنه إذا ما فكر الكيان الصهيوني هذه المرة بالاعتداء على لبنان يعني أن ينقل معركة إلى لبنان ستكون المعركة في الجليل البعض خرج الآن أينك يا حزب الله وأينك ما قالت المعركة بالجليل في ناس ما بتلطئت الإشارة بطريقة مضبوطة شو الإشارة؟ الإشارة أنه عمليا عندما يعلن السيد أن هذه المعركة هي معركة تحرير فيكون العنوان أنك تدخلين إلى أرض الجليل أو تدخلين إلى أراضي الكيان لكن هذه المعركة الآن هي معركة نصر نصر لأهلنا في غزة البعض أعتبر أن حزب الله مترك على مقاعد الاحتياط بطلب إيراني حزب الله ما بيعرف يلعب احتياط وإيران لا هجوم هجوم ودفاع لا يلعب احتياط حزب الله يعني بكل الاعتراف العالم أن حزب الله جعل من لبنان قوة إقليمية كبرى في المنطقة وشفنا يعني الوسطاء يأتونا ويذهبون يعني الله الوكيل يعني بعد شوية نحط على مطار بيروت يعني من الذي سيأتينا اليوم يعني هذا ما بيكون لعب احتياط هذا بيكون لعب محسب له حساب يعني نعم فهذا من ناحية من ناحية تانية أنه إيران القطط عطم حزب الله أنه هجوم هجوم وقاف يعني هذا مش موجود بالطبيعة العلاقة بين حزب الله وإيران وأنا عم بيحكي مش عم بيحكي كلام سياسي هيك عابر أنا عم بيحكي كلام من له علاقة بهذا الأمر بالصميم ومن يعني كان له سنوات طويلة في هذا التعاطي المتواصل يعني والتعاطي عن قرب يعني أنا بيقول لك أنه حزب الله نعم ميزانيته وأمويله وكلها من إيران وهذا آلة سمحت السيد لكن لا يتخذ يعني إيران بالنسبة لإله أنه ما تقوله إيران نفعله وما لا تقوله لا نفعله لا أبدا المساحة مفتوحة لحزب الله وهو الذي يقرر وجهة الأمور في لبنان دون أي تدخل إيراني على الإطلاق هل ستكون حرب ربطا بالـ 1701؟ رح تجاوبني ولكن بعض الفاصل المشاهدين أخليكم معنا عودة مشاهدين على متابعة هذه الحلقة نجام الرحب فيك أستاذ فيصل كنت عم بصلك قبل الفاصل إذا لا يزال شبح الحرب قائم على لبنان خاصة حكيت عن حركة المفاديين كل هذه الحركة تهدف إلى قيام ترتيبات جديدة خلينا نسميها بالجنوب ربطا بالـ 1701 إبعاد حزب الله عن منطقة جنوب الليطاني إقامة منطقة عازلة منطقة آمنة نحكى عدة سيناريوهات أين حزب الله من كل ما يجري موقفه كثير عم بيكون واضح بالتصريحات إذا بدك لما بيطلعوا بيقولوا أنه نحن خليع تخلص غزة وبعدين منرجع منشوف بشو من ناقش وبشو لا نناقش ولكن بعض يعتبر أنه هايك قرار لما بيكون في قرار كبير لترتيب المنطقة حزب الله لا يستطيع الوقوف بوجه هلا أنت بتفترضي هاكي مش أنا أو بعض من تنطقين عن لسانهم أو تعكسين تعكسين أراهم ربما يفكرون بهذه الطريقة لكن خلينا نقلك بشكل واضح أولا يعني الكلام الذي سمعناه بالفترة القريبة الماضية حول التعديلات بالـ 1701 وشمال الليطاني وجنوب الليطاني وما بعرف شو وعدم وجود مراكز وراصد ومش عارف شو هذا كان صدى لبعض الأصوات الداخلية التي سكتت على كل ما يجري منذ فترة طويلة وعندما أريد لها أن تتكلم فتكلمت بشكل سلبي فقط باتجاه واحد يعني بموضوع أنه القرار 1701 علينا الالتزام بالقرار 1701 لكن هذه الجماعات لم تسأل نفسها يوم من الأيام أنه منذ 2006 إلى الآن كم هي عدد الخروقات التي انتهك فيها العدو الإسرائيلي الـ 1701 مش عم بيحكي عن الخروقات البسيطة عم بيحكي عن الخروقات الكبيرة التي كان لها أثر كبير على جارتنا وشقيقتنا سوريا يعني القصف من سماء لبنان واضح من المياه من لبنان من الأجواء اللبنانية طيب هذا ما سمعناه وعلمنا أنه هذا الأمر صدر بيانات من سوريا أين هو الموقف اللبناني باعتبار أنه لبنان أيضا مسؤول أن يثير هذه القضية ولو على مستوى مجلس الأمن الدولي طيب ما كنا عم نسمع شيء طيب أكثر من هيك سقط العديد من الشهداء نتيجة اختراقات بالـ 1701 وخصوصا من الرعاة في منطقة العرقوب ومزارع الشبع صاح مش حافظهم هلأ بس نعم نحكي لنا بكذا شهيد ما سمعنا أي أصوات طيب انتهاكات بالبحرية بالبحر صيادين لأسماك ومش عارف شو بيصور بالمنطقة كله هذا ما سمعنا أي شيء هذه الجهات اللبنانية إذن تحركت لأنها تريد أن تصلت الضوء على شيء واحد أن تحاصر المقاومة في لبنان تحت العنوان الدولي أنه لبنان ملتزم بالـ 1701 والحكومة اللبنانية وقعت على الـ 1701 فعلى حزب الله أن يلتزم بالـ 1701 وانت شفتي لما سقط جندي دولي نتيجة التباس صار مع حزب الله بفترة ماضية كيف قامت لإيامة بالبلد وكيف هذا إلى آخرين لكن هؤلاء لا يسألون أنفسهم عندما القوات الدولية في لبنان ترتكب ما يخالف أصل وجودها ما بنسمع منهم صوت إذن هؤلاء يتحركون فقط لإطلاق النار على حزب الله طيب أنا حقلك حقلك جزئين من الموفادين اللي إجوا على لبنان ورح تتفاجأ أنه في موفادين عرضوا إغراءات مغريات تقديمات رئيس جمهورية يعني نظام تغيير نظام أترك لحزب الله أن يعبر عن هذا الأمر يعني ما بدي أنا استفقون لكن عرضوا مغريات على حزب الله مقابل انسحابه من منطقة جنوب الليطاني مغريات تتعلق بشو ما بتقولي إغراءات شو يعني مكاسب بشي عملا على الطريقة اللبنانية المكاسب شو رئيسة جمهورية الاستحواز على السلطة مغانم بالسلطة مناصب بالسلطة ربما يكون أموال إذا بدك ربما وعود بمشاريع كثير من الشغلات ربما إذا بدك مساعدات مالية ازدهار وعمران يعني كله إذا ممكن يكون موجود يعني هذه المغريات أترك لحزب الله أن يتحدث عنها ومن الذي قام بها ومن الذي جاء بها ومن الذي كان وسيطا بها ماشي مين أدمها الأمريكي أدم هذه المغريات أنا ما بدي أحكي أنا بدي أترك هذا الأمر لحزب الله طيب رح نحترم هالشي لمح أحد قيادية حزب الله لهذا الأمر لكن سأتحدث عن الجزء الثاني من هذا الموضوع في تلويح بالحرد من إسرائيل في الإغراءات وفي التحذيرات والتنبيهات مش هك من الأمريكيين ومن الفرنسيين ولا جاي ماكرون يعني وجاي هذه كورونا شو اسمها كولونا كاترين كولونا بتريك كورونا جاي بتريك كورونا كولونا كولونا عفوا لا تأخذينها بس يعني واحد ينسى الأسماء مش مشكلة تعرف أنك مهضوم يا استيس ويصال جاي هلا بخمسة عشر شهر يعني بكرا يمكن شاك جاي عم تحضر لزيارة الرئيس ماكرون وطبعا واضح اللبنانيين بس أنه يعرفوا الرئيس الفرنسي جاي كلهم بيجيبوا البدلات الجديدة وكذا وإلى خير بيرجعوا بيذكرونها يعني بالأمة الحنون نعم استكمال لكل ما تقدم يعني من وعود ومن كلام وأنه شو بتكون يا حزب الله ما تعرضوا حالكم ما تعرضوا لبنان أنه بيطلع معهم شو في هذا العالم عالم بلا أخلاق أوقات مش أوقات أكثر الأوقات يعني عالم بلا أخلاق يعني هؤلاء ينسونا كل هذه المجازر اللي عم تصير بشعب فيه إله على الأراضي اللبنانية أربعمائة ألف مواطن يعني هؤلاء عالم قال لي فيه خمسين ألف أو مئة ألف يسكنون مئة وخمسين ألف يسكنون قرب قراءهم التي سلبت منهم يعني مخيم الرشيدية مخيم الباص ومخيم البرج الشمال ثلاث مخيمات بالجنوب بصور وعندك مخيم عين الحلوة مشاك هؤلاء ينسونا أنه فيه أربعمائة ألف فلسطيني بلبنان وبيطلعوا بيقولوا لك أنه على المقاومة في لبنان أن لا تعرض لبنان مش عارف شو أن لا تقوم بأي فعل أن تعتمد أن تلتزم بالقرارات الدولية السبعة سفر واحد هؤلاء أنفسهم ما بيسألوا حالهم أنه هذا العدو الإسرائيلي يصار من تهك السبعة سفر واحد آلاف المرات وعندهم قوات ترصد وتكتب تقارير وولا مرة راحوا على إسرائيل وقالوا لالتزمي بالسبعة سفر واحد إذن هؤلاء لا يأتون إلا ليهددوا من يظنون أنه الضعيف يعني يضعوه في زاوية مغلقة اثنين بما أنه الحديث عن التحذيرات اجوا قالوا هذه البوارج هي لمنع أحد من أن يفكر أن يقوم بأي شيء ولمنع دائرة الحرب أن تتوسعه صح قالوا مش لغزة بس سيد البوارج وإذا هوكستاين وطلع بعض المسؤولين اللبنانيين يلطف لنصورة هوكستاين بالذي جاء فيه وهو هوكستاين إجا يبلغ رسائل واضحة بهذا الإطار يعني لم يخفي هذا الأمر تحدث بشكل واضح أنه أن أمريكا منحازة إلى إسرائيل مثل ما طلع بايدن قال أنا صهيوني ولا عمي تراجع مثل ما اليوم مايك سوليفان أو يعني هلأ جاي مايك سوليفان جاي عتل أبيب يجتمع بالكابينات المصغر أن يدير الحرب مجددا فاللي بدي يقوله أنه هذا العالم لا يرى إلا صورة واحدة صورة الضعيف الذي يحاولون تهديده بنموذج غزة مثل ما فعل الإسرائيلي ومثل ما طلع جلانت ونتانياهو طيب جلانت طلع هدد عندما رأى أن المقاومة في لبنان لم تقبه لكل تهديداته وطلعوا هون اللبنانيين يمكن الحرب تبلج وجلانت هدد جلانت تاني يوم تراجع طيب ما حدا شايف هايد ليش تراجع لأنه بيعرف أنه ليس لهم قدرة على أن يطعطوا مع لبنان أولا ملف لبنان ملف أوي حتى على المستوى يعني شايف أنه ما في إمكانية لتوسع نطاق الحرب ما حدا قال بتوسع نطاق الحرب دائما حزب الله كل الكلام اللي عم يحكيه وهلأ الحلقة تسجيله بدأت تنبس بعد ثلاثة ايام ما في مشكلة لأنه هذا أمر مستمر طالما هذا العدوان مستمر على غزة طالما عمليات المقاومة تأتي في هذا السياق وهذا أمر لم يخجل بيه حزب الله تحدث بيه بشكل واضح وصريح لكن العامل الضاغط للعالم عم تفتش عليه هو في مكان آخر عند الإسرائيل هو في عدد المستوطنين الذين يرفضون العودة إلى المستوطنات ويضغطونها على الحكومة الإسرائيلية فلماذا لن نستفيد من هذا الأمر ونحول القضية فقط دائما إلى مندبة في الداخل اللبناني لنقول أنه مش حرام الشهداء هاودي عم بيروحوا على الفاضي لا هاودي مش عم بيروحوا على الفاضي هاودي الشهداء لو ما استشهدوا كان الإسرائيلي رجع يفكر كيف يركب بلد عطاريته عم بتقول أنه طالما لبنان عنده هذه القوة والمناعة منك شايف أنه بتتوسع الأمور أو بتتدحرج بشكل كبير بس ربطا بفكرة عودة المستوطنين مع هاودي نفسهم اللي عم يرفضوا العودة هذا سبب ضغط على لبنان أكثر ما هو ضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبعاد حزب الله برأيك هذا الموضوع خارج النقاش عند حزب الله أيضا؟ خارج النقاش ألبت لأنه عملياً أنت شو عم تقولون؟ ثبتت الحدود البرية؟ أجت صحة أجت على الأد عفواً هلأ الحديث عن تثبيت الحدود البرية لا يخفى عليكم وأنتم تابعين كصحافي وإعلام هوكشتاين طرح الموضوع أكثر من مرة بكل زيارات وقبل طفن الأكثر طبعاً وهذا الأمر كان مرفوض كان مرفوض بالكامل يعني الآن مرفوض وحب تمسك يعني الآن أنت بديك تروح إلى تثبيت حدود برية مع الكيان الإسرائيلي تحت النار ليقولوا العالم أنه إسرائيل فرضت شروط بالتأكيد هذا مرفوض اثنان المقاومة في لبنان هي ليست يعني من كوكب المريخ المقاومة في لبنان هي من أبناء الأرض من أبناء هذه القرى اليوم عم نحكي بشهيد بكفر كلاها يعني عم يدفنوا على بوابة الحدود بالظبط وفي نوع عم يشيعوه إذن ما في حدا يفرض على العالم مثل هذا الأمر والإدعاء الإسرائيلي هو إدعاء كاذب بيطلع بيقول لك ضربنا بنية تحته أولا ما فيه ولا مركز يعني معروف يعني هو يرصد كل حدا عم يتحرك بيقصف وبيطلع بيقول أنه إحنا قصفنا وبنا تحته وأماكن وما أماكن ومش عارف شو إلى غري لا أبدا هذا الكلام مرفوض أي ضربة للبنان تجر المنطقة إلى حرب إقليمية فيه هاك نوع من التهديد هلا ما بدي يقول تسرع إليك أنا إنه إذا ضرب الإسرائيلي ضربة رح تروح للقصة لحرب أنا بإليك إذا ضرب الإسرائيلي ضربة رح يأكل ضربته يعني خليني يكون متوازن يعني عم بحكي توسع الحرب على خارج نطاق الجنوب ومنطقة الاشتباك وقواعد الاشتباك يعني عم نحكي بركي ما بعرف البعض يتحدث عن سيناريو اشتياح محاولة اشتياح ضربة كبيرة هاي دي الضربة الكبيرة تكلف حرب إقليمية ولا لا؟ إذا ما قام الإسرائيلي بمثل هذا الأمر أنا بتوقع مش بتوقع يعني لدي ما أمتلكه من معلومات بإنه إيه المنطقة ممكن تذهب إلى ما هو أكبر بكثير من لبنان والعدو الإسرائيلي هلا كيف ما بعرف لذلك المساعة الإيرانية والأمريكية على خط التهديئة ولا شايف أنه أمريكا على العكس تلعب الدور المعاكس شوف خلينا نقول هذا برجعنا لبداية ما حدث أولا هون بفرجينا الصدق الإيراني والخداع لأمريكي الأمريكي بكل رسائل الغير مباشرة الإيراني كان عم يركز على فكرة عدم توسيع الحرب لكنه عمليا صار 210 طائرات أرسل إلى إسرائيل كل أنواع الأسلحة والقنابل المحرمة دوليا صارت موجودة وعم يستعملها يشارك بالعمليات يشارك بقيادة العمليات بغرفة مشتركة حضروا كل كابينات الحرب أكثر من مرة كبار المسؤولين الأمريكيين إذن الذي لا يريد أن يوسع الحرب فعليه أن يمارس هذا الأمر فعلا ثانيا مش كل جمعتين وثلاثة بيعلن عن تحرك بارجة حربية ومش عارف شو الذي لا يريد توسيع الحرب عليه أن يقوم بأشياء عملية تضبط الإقاع وتلزم الإسرائيلي وأنا ما بعتنى أن الإسرائيلي عنده مساحة يخالف أمريكا بالتأكيد عندما يقول الأمريكي سيقوم بها الإسرائيلي إذن المساعي الأمريكية والرسائل الغير مباشرة لإيران كانت تريد من إيران أن تبقى ضمن هذا الإطار كانت إيران جادة وصادقة وتحركت على أكثر من صعيد وكل شوفي حتى أن وزير الغرجية الإيراني تعرض للانتقاد أكثر من مرة لأنه نفس الكلام كان يحكيه أكثر من مرة صحيح إذا ما طال أمد الحرب أكثر فإن إمكانية توسعها وإنفجارها ستكون قائمة ونحذر ومش عارف شو آخر شيء زهو العالم عم يكرر كثير وزير الغرجية الإيراني لكن هذا يعكس شو هذا يعكس مصداقية وصدق عند الإيراني بأنه فعلا يعمل على لجم الأمور لكي لا تتوسع لأنه الحرب بحد ذاتها مش أمنية للعالم يعني ما في حدا عنده أمنية والله نعمل حرب الحرب بده يكون إلى غايات وأهداف إذا لم تحقق غاياتها وأهدافها أو لم يكن لها دوافع يعني الحرب بتصير مثل كأنه شيء عبسي وهلأ الحرب عندما تخاض إذا لم يكن هناك من أهداف لأجلها تحققها على المستوى السياسي بتصير الحروب بلا طعمة مثل اللي عم يعملوا الإسرائيل الآن لأنه كل الأهداف اللي رفعها ما عملها ما إدر جابها فعمليا هو يستمر فقط في قتل الناس وارتكاب المجازل وتدمير المباني بدأ أصلك عن بعض المواقف اللبنانية تجاه ما يحصل كيف شفت موقف الكنيسة اللي عبر عنه البطريارك الرعي هلأ ما بدي يعني يفوت الآن بانتقاد أولا تأخر كثيرا في إعلام موقف وهذا كان يجب أن يكون من اللحظة الأولى لأنه عمليا المسيحيون في فلسطين هم جزء من هذه الرعية يعني لما نقول بطريارك أنطاقيا وسائر المشرك سائر المشرك تشمل فلسطين يعني فكان البطريارك لم يكن موجود لم يكن حاضر لم يكن مؤازر والمفترض أن يكون كذلك سوى يحلل رسالة سلام سيدتي رسالة السلام لا تتنافى مع أن يخرج رجل الدين طيب هذا الأب عطلة حنى بفلسطين رجل حربي يعني هو كمان هذا مطران لطائفة أو المطران الآخر أو المطران الثالث ثلاث مطار يطلعوا في فلسطين ويطلعوا يحكيوا أنه هذا الاحتلال يمارس أنواع الجرائم يقتل النساء أنه شو المشكة إذا طلع البطريارك الراعي من لبنان طلع أدان الاحتلال بكل هذه الجرائم ويعلن أنه مع حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه هذا يتنافى مع السلام لا بس اليوم البطريارك الراعي بيرفع شعار الحياد يعني نحن لو نطبقين هذا الشعار بركي ما كان فيه أسئلة حول طورة لبنان اليوم إذا لو عاد يرفع شعار الحياد في لبنان وفيه اختلاف عليه بس الحياة بين شعب فلسطيني محتل وبين احتلال إسرائيلي كيف بدنا نطبق الحياة؟ أكيد لا نحن برأي البعض نحن نتضامن مع غزة ولكن لا نورط لبنان كرامة غزة يعني نتضامن إنسانيا بس ما منجر لبنان هيك البعض بيقول شوفي فكرة التضامن يعني هيك المجردة مثل واحد يعني فايت على نايت كلاب وقال حاطت كنزة قال أنا متضامن مع غزة يعني إنه التضامن مع غزة بفوت على نايت كلاب يعني بيمارس أنت ضد أشكال عيش الحياة خلال هالفترة فكرة التضامن بد يكون إليه شي ينسجم معه يعني بد يكون شي ينسجم معه فكرة التضامن والله واحد نزل على الشارع وزع وردة قال هذي حبا لأهل فلسطين وتضامن مع فلسطين فيه تناسب يعني فيه هيك رقي بالموضوع بس واحد فات على نايت كلاب وبتقلي له يا عمي عايب يعني شوي كذا إلى آخر يقول لك شو بدي وقف الحياة بقى أنا متضامن مع غزة مثل هالفنان اللبنانية اللي عملت الحفلة بالسعودية صرت تقول بحبك يا سعودية يا وطني بحبك وش هيك اعتدت على غنيت فيروز وراح اتجيرتها لحدتين طيب مشكلتك معه أو مع السعودية ليش بحس ليش بحس عندك دائما مشكلة مع السعودية مشكلتي مع اثنان أولا سواء السعودية أو غير السعودية بس السعودية هان لأنه أيضا السعودية ساهمت ساهمت بيهانة الشعب الفلسطيني بيهانة الضحايا بعدم احترام الدم كيف؟ أن تقيم حفلة ترفيه بنفس الوقت اللي غزة عم تباد وأصرت على هيدا الموضوع واعتبرت كأنها شيئا لم يكن بس استاذ سعودية عملت قمة شاركت فيها 57 دولة طلعوا بوفد ويزارة برام الدنيا لو شو من كان احنا ما عم نحكي عن مسابقة ثقافية ما عم نحكي عن مسابقة رياضية عم نحكي عن مهرجان فيه أغاني ورأس ومش عارف شو إنه معلش كرمال 15 ألف شهيد و50 ألف جريح وبلد عم يباد بكامله ولا يدخل إليه للأكل والشرب ومستلزمات طبية بطلع بقوله إنه أنا ما فيه إلغي حفلة ترفيه لا وتطلع مطربة لبنانية بتقول بتجير أغنية فيروز بحبك يا لبنان بتجيرها للسعودية لا هذا أمر غير مقبول تسمح لي بسؤال بين هلالين عطول مواقفك كتير تصعيدية بوجه السعودية دايماً هيدا الشي بوقت السعودية عملت اتفاق مع إيران هيدا الشي ما خليك ترجع تعيد التفكير إنه وقتها الكبار يعني هيدا الخطبين بيلتقوا هذا دليل إنه أنا الآخرين بيدفعوا التمن هذا دليل إنه أنا ما بيمشي وفقاً للسياسة الإيرانية مش هك؟ يعني مفترق بس طالب منكم حزب الله التهديق يا أستاذ ما حدا بيطلب مني التهديق أنا لا حزب الله ولا إيران أنا رأيي حر فيه أنا أنا بقرر رأيي ما حدا إلو معه أنا عم بيحكي على السعودية ما عندي شي شخصي يعني يعني مسألة مش مسألة شخصية السعودية والإمارات ذهبتا بعيداً 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 إلى مكان لا يمكن القبول به على الإطلاق وإذا بدك هلأ مصر كمان ومصر رغم كل المواقف حتى المواقف المصرية اليوم اللي عم تمنع ترفض التهجير وعم يطلع يقوله عم بيحددوا بقطع العلاقات شو بدي في هالشعار أنا شو بدي في هالشعار أنا عم بيكي مصر مصر هذه الدولة العملاقة الكبيرة اللي كان الرئيس السيسي عم بيقول أنه نحنا مموجودين ما فيش دولة تتعرض لتهديد مسافة السكة وين ومسافة السكة وبيدة غزة بالكامل نعم ونحنا مبسوطين يتهجروا مش أنه أنت منعتهم هني مش ناوين يطلعوا برات غزة لأنه عرفانين إذا طلعوا برات غزة يعني يعطيك العافية خلص الموضوع فلذلك الموضوع مش موضوع شخصي أنا ما إلي علاقة بالإدم سأنا عم بيحكي على يعني أنت سألتيني سؤال عم بجاوب فكرة التضامن فكرة التضامن يجب أن طليق مع هذا أقصى عنوان للتضامن هو الجود بالنفس الجود بالدم حزب الله إجا جسد التضامن بالدم بالشهادة بأن يكون الشهيد اللبناني إلى جانب الشهيد الفلسطيني حدثتك اليوم كيف عم تتضامن مقاطع ضمن حملة المقاطعة مقاطع مين المنتجات كلها الأمريكية أو منتجات الدول اللي بتدعم إسرائيل وهي الحملة اللي صايرة مقاطع أنا بشتري يعني أتياب من الأماكن اللبنانية ما عندي ماركات يعني بالمبدأ والأكل الأكل لبناني فما عندي شي يعني ودخاني لبناني سيدرز بدخن يعني مقاطع عطول يعني مقاطع يعني طيب شو رأيك بالحملة اللي صارت على الصحفيين خلال كل هذه الفترة البعض على خلفية محاورتهم إسرائيليين وهيدا ضمن عملهم والبعض الآخر خونوا واعتبروا الشركاء بقتل الأطفال فقط لأنه كانوا عم ينتقدوا أداء حزب الله حالا شوف طبعا هاي للقصة يعني صار فيها جدل كتير بلبنان بفهم كتير أنا يعني بعض الأحيان أنه في ناس يعني بيوجهولا كلام آسي كتير أو شيء أنا ضد الشتائم ضد ضد التناول بطريقة يعني خارج الأدب وخارج سياق الأدب والأخلاق حتى لو كان شو من كان الشخص يعني مين من كان النموذج يعني خلينا دايما أن يكون الأمر له علاقة بالموقف هود اللي عم نحكي عنه الآن هو أسماء معروفة يعني أنه اللي بدها تطلع تقول أنه أنا يعني متضامني مع فلسطين ومتضامني مع غزة وضد حزب الله وضد المقاومة ما في شيء يعني خارج المنطق يعني بيستشد فيها لأنه هذي بيعلموه نياب الحوزات الدينية اللي بيدرسوا يعني علوم شرعية وعلوم إسلامية فيه بالمنطق يعني المنطق علم المنطق يعني بيقولوا سالبة بانتفاق الموضوع أنه ما فيك أنت تأكدي على شيء بنقيده في آن معا يعني إذا أنت مع فلسطين كيف بدك تكوني ضد مقاوم لإسرائيل يعني ما بتثبت يعني ما بتركب يعني عشان هاك يعني لازم تتحمل النقد من هذا الإطار أما أنه أنت قاتلت الأطفال وما قاتلت الأطفال يعني ما هو لما واحد بيشارك بحملات طويلة عريضة يعني تاريخه حافل بيدافع عن أمريكا أو يدافع مش عارف شو الحرية والديمقراطية وآخر شيء تطلع معك بعد كل هذه الإبادة بدك تتراجع يعني دعمك لأمريكا يعني مش ضابط أمريكا قاتلت يعني هي التي تشارك بس هيدا يبرر هدر الدم يعني يعني لا لا ما بتخط أنه حدا إيه لا أنا ما قلتلك أنا ضد هذه الفكرة ما أقول لا يعني قلتلك ضد الشتائم وضد التهم التي تصل إلى هذا النوع بالخيانة وبالعمالة ومش عارف شو إلى آخر لكن بدأت تتقبل الوحدة أو الواحد عندما يضع نفسه في هذا الموضع أنا ما في أقول أنه أنا موجودة بالأو تي في والأو تي في طلبت مني اتصل بإسرائيلي وحاوره وهذا من طبيعة شغلة لا هذا في هذا مش من طبيعة شغلة أنا عندي أنوم بلبنان يمنع علي هذا الأمر وطبعا هذا الأمر يجب أن يكون معمم مش بس على النموذج لأنه صار قبل وبعضه عم يصير يعني ببعض القنوات عم يصير هذا الأمر اتنين طيب وفترضنا مثل ما قال يعني النائب ساب النجاح وكين أنه طيب افترضنا إجا صبية وإجا قال لك المدير أنه عليك أن تقوم بمشهد تعري بنشرة الأخبار يعني أنت وعم تقولي نشرة أخبار تكشفين عن مفاتنك بتقبلي يعني هل هذا يعني ضرورات عمل كمان لا في شي يعني ما بين قبل أول شي أما أن نحترم هذا القانون الموجود بلبنان وكونك لبنانية فيك تقولي أنه أنا القانون عندي يحظر هذا الأمر ولازم القناة عندك إذا كانت هالأدي بتحبك وشايفتك يعني السوبر وومن تبع القناة أنه مفترض تقدر مثل هذا الأمر مش أنه أنت تكون أيضا مشجعة لك وبعدين بتركب براسك صرت على تويتر هلأ أو على الفيسبوك مش عم تحمله ما شاء الله يعني الملايين الإعجاب ولا غير هذا كله كله هذا وهم زائل السيد فايصل تعتبر يعني اليوم حضرتك إعلامة ومحلل سياسة اليوم يعني أي صفة تتقدم الإعلامة ولا الحزبة لأنه مقاربتك جدا متحيزة وجدا معروف يعني مش عم تخفي هيدا الشي شوفي أول شي أنا أنا جيت على الإعلام يعني جيت على الإعلام من مما أحمله من فكر وثقافي وقيم وخليت معي بها المهن يعني وبالمناسبة أنا أول واحد شجعني يكتب يعني حتى تفاجأ بس أنه الأستاذ الكبير الراحل اللي بحبه جوزاف سماحة وسامير قصير يعني هادي أول اثنان شجعوني ورغم أنه أنا علاقتي فيوني علاقة شخصية وصداقة شخصية كانت يعني فجيت من هادي الثقافة على عالم الإعلام ما فيي أنا مش عم قارب لأمور أنا مش عم بيحكي الآن إنه وعد عنده غلطة إخراجية وبقوم بحاسبه حزبيا لا أنا عم بيحكي وعد عنده غلطة سياسية ما بحاكمه بس إعلاميا بحاكمه سياسيا اللي بينتقدوك على السوشال ميديا عزرا على التعبير بيقولوا إنك بوق لحزب الله هلأ أولا حزب يعني يعني البوق هو من يعني من يقوم بهذا الفعل وبياخد أجر شاك هذا هو البوق بيقولوا يعني هذا مستأجر بوق فأنا لست بوقا بالأساس واثنين إنه أنا ما بياخد من حدا مصاري اللي اللي بيعطيني مصاري يجي اللي أنا لست مستأجرا ولا أتخذ من أحا يعني ما بياخد من حدا شيء وأنا شخص كتير حياتي عادية أقل من عادة يعني مفترض منهم في وضعي أن يكونوا في مكان آخر تماما مش إذا كان بوق إذا كان ربع بوق يعني ربع بوق كان مفترض يكون شما ميزوك مثل ما ميزو غيرك ما بعرف بشو ميزو غيري يعني وما بعرف يعني شو يعني التمييز بنظرك يعني أنا أنا ميز عندهم إنه أنا بيحبوني والحب هو أشد أنواع التمييز بدي شوف حزب الله ملف حزب الله بدي شوف ملف حزب الله الأمور الأكتر شخصية استيس فيصل ولكن بعد الفاصل مشاهدينا خليكن معنا رجعنا لكم مشاهدينا تنتبع صوح حلقتنا وبرد تقهدت لأستيس فيصل وبعد ما لاحق يشرب ولا شف قبل الفاصل كنت عم قل لك ليش مميزين غيرك إنه اللي بيعرف فيصل عبد الساتر بيعرف إنه يعني كنت منخرط بحزب الله ببدايات حزب الله كنت مقرب جدا من السيد نصر الله لدرجة قبل ما يكون أمين عام حزب الله كنت كتير قريب منه مثل أمين سره أو ما بعرف شو يعني التارم المظبوط بس كنت لها الدرجة مقرب اليوم فجأة منحس إنه يا أنت بعت بفترة معينة يا أبعدت شو الصحة ليش خرجت تنظيمية من حزب الله يعني لأ أول شي يعني لإلك أنه مسألة عدم ممارسة العمل التنظيمي هذا خيار أخذته من فترة طويلة يعني ليش يمكن يعني هذا له علاقة برغبة شخصية عندي للدخول بعالم الإعلام هذا العالم العالم الصحافي والإعلام فيعني لا يتناسب الأمر كام بهذه الفترة أني يكون عندي مسؤوليات بعمل تنظيمي ونفس الوقت إعلامي وصحافي لأنه بالنهاية الواحد يكون عنده مساحة يقدر يتحرك فيها لكن أنا لم أبعد ولم أكن بعيدا في يوم من الأيام عن الحزب يعني لازلت على علاقة أكثر من ممتاز يعني مع كل قيادات وأصدقاء ليش البعض بيقول أنه بيخصوا غيرك بمعلومات لا ما بعرف يعني بصراحة أنا يعني أول شي أنا خليني أليك أنا لست من هوات يعني من يسمون أنفسهم بصائد المعلومة أو الباحث عن المعلومة أو الذي يريد أن يتلحف بالمعلومة كنتي كيف أنا شخص أنسجم أكثر مع القراءة والتحليل مع الرؤية في التحليل السياسي بناء على وقائع بناء على مخزون ثقافي أو فكري وهذا يجعلني في راحة من أمري أكثر وتقديري يكون في مكانه أكثر أما أن أكون أسير المعلومة فأنا أعتقد أن هؤلاء يصبحون مثل الذين يعملون مع أجهزة المخابرات يوقعون بهم أحيانا لكي يعني يبقوا دائما تحت إشارتهم أو غب الطلب يعني بصير إعلامي غب الطلب والله قالوا يا فلان مرق لنا المعلومة بيبرق المعلومة والآخرة أو يا فلان بيضلنا وجه السفارة أو السفير أو هالجهاز أو هالحزب أو هالشخصية بصيروا يشتغلوا مسوئين لأشخاص يعني ويمكن بعض الأهام يفوتوا على رجال أعمال يعني كمان عم بحكي عن بعض الأعلاميين وكتار هلأ صاروا مش مش أنه يعني بعض الأعلاميين عدد بسيط لا كتار وعم يستفيدوا يعني وفي ناس كتير صارت عملي أموال من ورا هالقصص يعني أنا هذا العالم لا أحبه ولا أقترب منه ولا يعنيني ولا بدور على معلومة لا من حزب الله ولا من التيار الوطني حر ولا من حركة أمل ولا من حدا يعني ما بيعنيني هذا الموضوع ليش ما رجعت شفت السيد يعني السيد نصر الله كان يزورك بالبيت من زمان قبل تولي الأمان العام ليش ما رجعت شفته بوقت في ناس عم ينتظرون أول شي الزروف مختلفة بعدين نحنا كنا عم نحكي في حزب الله بالتبانينا في حزب الله كان عدد بسيط جدا بالبدايات ولم يكن هذا الجهاجس الأمني عند الشخصيات تبقى شوف بس فايصل عبدالساتر ما بيستاهل يشوف السيد نصر الله من بعد كل هذا الدفاع أنا عطول بشوف لأنه ما بيغادرني وموجود بقلبي وبروحي آه زبط لا طبعا لا طبعا أنا شوفي شويت لها تخريجي هلأ يا أستر لا مش تخريجي أنا أول شي أنا لا أطلب موعد لا مع سمحت السيد ولا مع غيره أنا يعني يعني كمان إن كد البعض يتفاجأ يعني أنا ما بروح عند حدا ما بزور حدا يعني أنا شخصيا بطبيعتي لا أحب أن أكون ثقيل أو عبء على حدا يعني أنا أنا حس بدي تلفن بدي شوف سمحت السيد هاشم صفيدين يمكن حسسوا أنه أنا بدي أربطه بشغلي وهو يكون عنده شغل يعني إذا ما عندي شي يعني لش بدي يروح يعني هي الزيارة بس للزيارة وأخذ طورة مع سمحت الشيخ نعيم أو سمحت السيد هاشم أو الحجب وحسن رعن عم بيحكي سلطة القرار بحزب الله ما عندي هذا الهاجز يعني ما كتير بوقف عنده يعني بالعكس كلما كنت خفيف نظيف كلما كان العلاقة أكتر متانة وأكتر حبا وقربا يعني كونك ويكبت بكترة الوصال بكترة الاتصال أكيد المسألة بالحضور يعني أنت حاضرة عندهم وهني حاضرين بقلبك وأنا كل شي بقوم فيه كرما لهذا الحزب ولهدي المقاومة كل شي تأكدي يعني ما عندي أي شي خاص لا يخطئ حزب الله ما في حدا لا يخطئ وين شو أكبر خطأ ارتكب والحزب أكبر خطأ ارتكب والحزب من وجهة نظري يمكن يكون خطأ يعني عم بحكي الآن بالفترة الأخيرة يمكن أكبر خطأ أنه قبل أنه الرئيس حسان دياب يعني تسقط حكومته بهذه الطريقة هذا أكبر خطأ وقبل أنه أنه البعض يضل يضغط على حكومة حسان دياب لحتى يعني يحملوا شي ما له علاقة فيه مين البعض الرئيسنا به بره ما بدي أنا ما ببدي يفوت بالتسمية ترضى عليك يمكن يقول لك هني سواء كلهم حركة عمل وتيار الوطن الحر وحزب الله والتقدم الاشتراك اللي كانوا يشكلوا الحكومة هني سواء هني مع بعض متكافلين ومتضامنين رادوا ولا ما أرادوا ساهموا بتدمير حكومة هني جابوها مع الأسف اليوم ألا تعتبر كما يقول أو يصور هذه أكبر خطأ الخطأ الخطأ الثاني إذا بدك من وجهة نظره موضوع أن الرئيس مئاتي والتعاطي بهالطريقة بقصة الحكومة كان مفترض أنه يلتقى حل غير هذا الحل أصدق أنه أكمل جلسات الحكومة بغيب المكون المسيحي يعني لازم يلتقى حل غير هذا الحل بصراحة لأنه هذا يعملنا مشاكل يرجع كده بعدين بس اليوم البعض يعتبر أنه ممكن تكون هيدا تفاصيل بتدور بفلك واحد وهو إذعان حزب الله عند إرادة الرئيس النبيه بري بهذا المجال وأنه لا يستطيع فك الارتباط بالرئيس النبيه بري شوفي إذا فيتنام بيحبوا بعضهم عن حبه وعن رضا ما بيكون في حدا مزعن للتاني هذا مش إذعان هذا اتفاق واتفاهم وحزب الله يارى نفسه بأن علاقته مع علاقته مع الرئيس بري علاقة تكاملية وعلاقة أكثر من ضرورية أنت بتشوفه هاك أنت تؤيد هذا المنحة لا شو أنا طبعا أؤيد هذا المنحة ليش بديش أؤيده يعني ما أنا عم بقول كل ما أنا فيه وأقوم به هو لأجل حزب الله فإذا حزب الله بيشوف هاك أكيد أنا بشوف هاك أكيد بس ألا تعتبر يعني مش معناته أنه أنا يعني أنه على عمياني بيمشي مع حزب الله لا حزب الله بيشوف هاك وأنا بشوف هاك والمنطق بيقول هاك ومصلحة الوطن بتقول هاك بعيدا عن ليش ما بتدافع عن الرئيس بري مثل ما بتدافع عن حزب الله البعض بيقول أنه مش كتير بتحب الرئيس بري لاش مين قالك ما بحبه للبعض أنا ما بعرف لا فيه انطباع فيه انطباع هذا البعض يفتري علي وبعض الجمهور بيهجموا عليا بدون أي سبب يعني انه ما بيعرفوا لاش شو فيه بينه وبين الرئيس بري لاش بديش حبه بس اني جمهور حركة أمل بعض الأحيان إذا أنا بكون عم بيحكي شغل بقيد فيها جبران باسيلي يعني معناته بكون ضد الرئيس بري لا أنا مش ضد الرئيس بري لا العكس بتشوف إدارته للبلغ كانت سليمة الرئيس بري شخصية يعني شئنا ما بينها شخصية الأكثر حضورا في الساحة السياسية والأكثر ضمانة لاستمرار الديموم السياسية حاليا بالبلد ولا شي للرئيس بري عمليا شو عندك انت حاليا شو عندك بس البعض ينظر إليه أنه هو أحد المسببات الرئيسية للأزمة اللي عم نحصد تمنا اليوم ما هذا البعض بطريقة إدارة الدولة ما هذا البعض لأنه بده شوفه بعين وحدة بس نشوفه بعين وحدة بيطلع معه هاك بس ما هذا البعض كمان هو جزء من المسببات بس أنت ما خلقت مع الرئيس بري بأكتر خليني يقول أكتر لما منقل تيار وطن الحور بينتقى الرئيس بري والعكس صحيح والوزير جنبلاطي هذه التركيبة اللبنانية ما حدا خالي من العيوب ما حدا خالي بلد في حدا خالي من الكحول بس ما حدا خالي من العيوب يعني في انتكب فبنا شوي يعني شوي حتى إذا انتقدنا يعني أنا أنا بنتقد الرئيس بري ليش ما بديش انتقده يعني الرئيس بري يعني أنه يعني هو مقدس السيد حسن مقدس جبران باسيل مقدس وليد جنبلاطي ما في حدا مقدس الانتقاد شيء لكن الحقد شيء مدمر يعني أنا بنتقده الرئيس بري بنتقده لأنه لأنه فعلا هو يعني إذا انتقدته أنا يعني معناها أنه هو هلقد مهم لا تنتقده شو بتنتقده يعني هلأ إذا بدي انتقده سمير جعجع أنا شو بيعنيني ما بيعنيني شيء بالمعنى المباشر بالسياسي لأنه عمليا أنه كل ما يقوم به هو مخالف لكل لكل شيء فلذلك الانتقاد ما بيعود له قيمة يعني في المتقد واضح أنت بتنتقده اللي هو بيكون موضع اهتمام أنا الوزير جبران باسيل بموضوع القائد الجيش انتقد بعض تغريداته ما كان فيه داية لأدي عليها بالمعنى الشخص فيه ياخد المبدأ هو بالمبدأ معه حق وما لازم حدا يقول له ما معك حق بالمبدأ معه حق تماما وبالعكس الآخرين لازم يشوفوا أنه معه حق فيه فيتو هناك معلش ولو بكلمتان حول هذا الموضوع فيه فيتو اليوم على رئاسة العماد جوزيف عون كرئيس للجمهورية عم نحكي من قبل حزب الله شوفي أنا حكيت هذا الأمر هديك اليوم ويمكن ظهروا مبعف عيام حتى وكتبوا أنه فيصل عبدالساتر يقول أنه حزب الله وحركة أمل أو الرئيس يضع عام فيتو على العماد عون وما قطوش الكلمة لحتى لك الواحد يستنتج أنا كنت عم بحكي بصراحة هما لم يتخلي عن ترشيح فرنجية ما بصير عندهم يكونوا مرشحين فالفيتو قائم لأنه مرشح فرنجية كان العماد جوزيف عون لأنه عماد عون مش معاجب ولا معاجب كان العماد جوزيف عون يتم تقديمه على أنه مرشح وسطه بين الفريقين المتنازعين من بعد ملف قيادة الجيش خسر هذه الصفة وبات مرشح فريق على آخر برأيك وبالتالي تراجعت حظوظه الرئيسية أو على العكس إذا عم تسأليني لأني أنا برأيي الشخص أنا لا يعني لا أفضل أن نذهب إلى مثل هذا الخيار لأنه عمليا الآن صار العماد عون موضوع معركة وليس موضوع خيار تاني وتالت ورابع يعني صار في موضوع معركة بصرف النظر محقا وليس محقا ببعض التفاصيل لكن أنا ضد كل هذا السيناريو اللي عم بصير يعني فتنة بدوامي طويلة عريضة ما بعض شو بدأ تطلع نتيجتها من هون لتنبس الحلقة بكل الحال لكن كنا قادرين أنه يام نمشي كلنا سواء بدفس المسار ما يعني مسارة في بعض المؤسسات يسر أو ينسحب على الجميع أو ما بصير نحن نصير نشتغل على القطعة هاي واحدة ثان موضوع أنه واحد يعني أنه غير من طبيعة عنوانه لمرحلة مقبلي بصير حظوظه أحسن بالرئاسة أنا برأي هذا كمان يعني شيء من يسمحيلي يعني ويسمحولي كل قد يفهم والكلام غلط هذا شيء من الاستخفاف بعقول الناس لأنه البدويجي رئيس وأن يكون علاء جماع بيجي سواء كان قائد جيش ولا ما كانش قائد جيش سواء كان قاعد بالبيت ولا مش قاعد بالبيت ما يلا علاقة مش لأنه قاعد بوجك يعني بتصير حظوظه أكتر يعني هذا شوي يعني استخفاف ثلاثة أنا ما هو أهم أنا بدي وهون ما علي شيء يعني البدويزعل يزعل نحن عم نحكي الآن شهرين وعشرة أيام تقريبا من الحرب المفتوحة بالجنوب نعم مع العدو الإسرائيلي ومراكز الجيش اللبناني موجودة وتعرضت يعني بعض وفي شهيد سقط وفي شهيد للجيش اللبناني لم نسمع أي شام إنه الجيش اللبناني بيان ما سمعنا ما سمعنا بيان يطلع بيان قائد جيش يطلع يقول أنه نحن هنا وهذا جيش الوطن ونحن نمارس دورنا في الدفاع عن بلدنا ولو بالحضور يا خي مش بإطلاق النار ما سمعنا أي شي يعني هذا معناته أنه قائد الجيش أيضا لا يريد أن يكون في موقع المواجه وهذا أمر كتير حساس وكتير أسار انتباهي ما بعضي بس كتير خطير اللي عم بتقوله ما عم بقول خطير ليش خطير شو يعني rese overall أنا عم بقول الجيش يسكت عن الاعتداءات الإسرائيلية أنا ما عم بقول عم بيسكت ولا عم بقول ما عم بيسكت أنا عم بقول أنه الجيش تعرض مفترض قائد الجيش أو قيادة الجيش تنزل بيان ليش ما تصرف له شما تصرف ما بعرف بره ك إيا من بد cayو الثوات بالامريكيين بره كما أبدا يعني بعض الوسطاء اللي عم يشتغلوا بموضوع الرئاسي مثلا افترضنا ممكن بس انه كان ملفت بالنسبة للي على تواضع فهماته ما عم بديش اتهم انا ما بدي اتهم بس عم بقول انه على الاقل يعني ها حزب الله كل يوم بيان كل يوم بيان اذا عملوا عملية اذا استشهد حدا مشاك بنزله بيان اصدروا بيان رسمي طيب الجيش اللبناني بهك لحظة انه احنا عم نقول انه هذا الجيش حماية الوطن وسياج الوطن بيطلع قائد الجيش بيعمل امر او بيطلع بيوجه رسالة الى العسكريين المنتشرين على الاراضي مقابل عدو الاسرائيلي ان تكونوا على جهوزية تم بالسيله بصوته مثل كأنه عم بيعمل اي احتفال لبا بيروح بيعمل امر اليوم ما بيصوروا لنا ايه بامر اليوم طيب نحنا امر بصروا شهران هذا مش اليوم يعني امر اكتر من اليوم انا هاي وجهة نظري وجهة نظرك ولا عم تعكس وجهة نظر لا لا وجهة نظري خاصة ما بدي انا لزمها لحدا بس انا كنت قاعد بيني وبين حالي انه معقول يعني معقول ما يصدر بيان من ينقل اي شي طا نغادر السياسة الى هيك باخر كم دقيقة فايصل عبدالساتر انا ننسى الايام الي راحوا مت هيك شي ما فيك تغنية بس صح قصة الاغنية فصرت كتير معلق بالقصيدة حبيتها كتير القصيدة الى علاقة ببيت بكفرية باللي بقاها على الغربة نعم كانوا رايحين على الطريق الله يرحمه والحمد بركاته من نزار فرانسيس صديقي الشاعر الحبيب نزار طبعا فشافوا بيت قد ما فيه عليه ورد مش مبين الحيطان ما مبين شي وانا شايفوا اذا البيت بالمناسبة قابلة يعني فطلعت معه نزار يعني ملحم بركاته الله يرحم وقال له لك البيت فطلع معه نزار قصيدي اتفضل ايه كتا عم بسألك انه حضرتك ابن البقاع بس ربيت بيحيس سلم صح صح ليش يعني شو عادة محب دلو بضيعتو ببيتو عكبر بغادر ليش انت من انت وصغير كنت بحيس سلم واللي هو قد يكون من افقر احياء بيروت صحيح الوالد الله يرحمه بالجيش اللبناني فتعرف الجيش خدمته يعني تتنقل كتير وبي يعني تزوج امه امه من جنوب فكمان قرر انه فرد مرة يعني بينزل من الضيعة وبينزل بيسكن ببيروت فلعله انا يعني حسب رواية امي الله يطول بعمره انا معلق بامي كتير بعلي كل عام صد تعرف بتسلم لي على امك على موقع اكس دايما بتحط صورة خاصة لما بتفوت بيكون عندها ازمان صحية امي بتقلي انه انه يعني انا خلقت بحيس سلم تقريبا يعني معنى الظروف لتلك يعني الظروف هي مجتمعة يعني منه فكرة انه بيي بالجيش وكانت خدمته بوزارة الدفاع يعني فترة طويلة بيك من اللي انقصموا وقتا الجيش بيي بالحرب بالخمسة وسبعين اي انقصم راح مع جيش لبنان العربي فترة ورجع للجيش بس رجعوا الجيش يعني راح مع جيش لبنان العربي وطبعا انا ويعيلة الفترة يعني ومعيش ايه لما قلت لي حملت اسلاح باي مرحلة كانت عن هون عن شو عم نحكي بتبانينات ببداية حزب الله يعني اه نعم مش قابل لكي ايه واندمت على هذه المرحلة مرحلة حمل السلاح والقبال لا ابدا ابدا بالعكس للشرف انه هنكون جندي مع هذه المقاومة التي قدمت مجد شوفي انا برأي ما قدمه حزب الله للبنان انت ابن بيت مؤسسة عسكرية بيك بالجيش لا يخفى لا يخفى ابدا والدي بالاشتياح الاسرائيلي وقف مع الشباب وهو بالجيش اللبناني وقف مع مع شباب حزب الله ما بتشوف فيها هيدا لا ابدا انه اليوم لانه البعض بيشتغل على هيدا التناقض بين المؤسسة الجيش اللبناني وبين من يسموه الميليشيا شوفي عادة ابن المؤسسة العسكرية ما نسميه نحن المؤسسات النظامية لا يمكن تنسجم كتير مع العاقل الحزب عموما يعني فمتكير صح انه دائما هي عندها منطق الدولة بس هلأ هو عمليا هو نفس الشيء الامر والمأمور بالعكس يمكن بالجيش امركسيدي وكذا ومش عارف شو هاللغة موجودة هانو بسوريا وكل يعني بكل المنطة يعني لغة الجيوش امر ومأمور كله دائما الاعلى الرتبة امركسيدي بينما بحزب الله ما في امركسيدي في اخوة اكتر يعني ممكن اوقات يعني القائد بيجي هو بيضيف شاي يعني وليس العكس يعني فهي دي ميزي بالعمل الحزبي الجهادي عم بيك نعم يمكن الاحزاب الاخرى ما بعرف كيف طريقتها يعني بس انا بعرف في حزب الله بعرف السيد عباس الموسى والله يرحمه كان يجي يغطي الشباب على المحاور بالقتال جبال صافة ياما فيه بالليل يكون هو وعم بضيفنا شاي او فيقنا ويعملنا اكل وترويقة لشباب يعني للشباب يعني هادي ميزة السيد حسن كان ضيف بايده يعني كتير من الامام خمينة كان ضيف شاي بمأتم بعشورة يعني ابن الدولة عموما ابن الدولة يغلب عليه نسق ابن الدولة بس هذا لا يعني انه الاحزاب ما بيكون فيها مثل نفس النسق احيانا استاذ فيصال اليوم تعتبر نفسك لبناني اولا او شيعي اولا تنختم بهذا السؤال شوف بالمبدأ لازم كون انا لبناني بالفعل بالمبدأ لازم كون لبناني لكن عندنا الهوية معكوسة يعني الى درجة بيصير واحد يتغنى باسمه بالاول يعني بصير انا فيصل يعني الفرد انا فيصل ابن بي ابن ام ابن عيلتي ابن منطقتي قريتي منطقتي كذا مش عارف شو بلدي طائفتي او مذهب في ناس لا دي غريبتلك انا شيعي ابتداءا شيعي لبناني انت شو انا خليط من الهويات مع بعضا لحظة بحس حالي انه البلد ما بيسيعني ولحظة بحس حالي انه احلى انتباء انه انا من بيت عبدالساتر انت كيف بس شو انا اضاف معبلك المنطق لازم يقول لانه احنا ما عنا هوية واحدة للمواطنة لو عنا هوية واحدة للمواطنة كنا نقول احنا لازم نقول انا لبناني بيوقف لبناني وبس قابلت واحدة فلسطينية بالصدفة قلت لها يعني انا لاني ما بعرف الا على الفيسبوك واول مرة بشوف وهي من فلسطين من جوا يعني وكاتبي يعني وانا اشتريت لها كتبها يعني وبد شوفهم وناشطة وشاطرة وهذا ضليتني ساعة اعرف انه اذا هي مثل مي ولا مسيحية ما كانت تلي ليش كان بهمك تعرف لا بهمني اعرف لانه هي عم تكتب عن شي ونحنا عم نحكي عن شي عم نحكي عن اضطهاد الكنيسة بهذا الاخري وعب تحكي لي هي الساعة بتعم تحكي عن المطار دي كذا إلا طب انتي مسيحية مثلا مارونية كذا هيتلي ما 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 اش حق لك طيب مسلم هيتلي ما اش حق لك بقينا ساعة وشوية نقاش على القهوة وكذا انه تقلي ما كانت تقلي فقداش انبسط وبعدني لهذا مش عارف وما بدي حيفة او بيافة او بالقدس او باللد لا تزال تشعر بهوية الوطنية هي اهم شي ما بهمة مسيحية مسلمة مش عارف شو نحن لا نتحايل على الواحد لنعرفه هلا انتي ريت تنصور نصور فيه بجبشيت وفيه نصور بحاريس بالجنوب اي وفيه بالمتن ما عاملك هلا اذا رحتي على الضاحية ريت تنصور مو بيقول حدا يقول لك والله انتي من جبشيت او انتي من حاريس او انتي مسلا نحن مستيحين نفتش على العيلة لنلحق والله واحد هادي مشكلة كرسة شو كرسة المنطق الطائف اللي ماشي بالبلد اللي ممكن تنهز الدنيا ما بيتحرك بس اذا صار فيه رتبة انكسرت لا دقوا بالطائفة ما بيصير في المتك اما البلد كله عم بيروح ما فيه مشكلة مئة الف مهجر من الجنوب بدوا نقيواء وبدوا المساعدات مش مشكلة مهو دماء مش مشكلة يعني مش قصة بس انه رتبة تنكسر وانه مش عارف شو لا هادي دقوا بالطائفة ولازم نعمل عليها مين كرس معلاش نحن وقتنا خلصوا من زمان كمان بس مين كرس هيدا الشي كمنا عليس الرئيس لا لا عم بحكي بما يتعلق بالمكون الشيعي مش الأداء السياسي اللي صار طيلة السنوات الماضية واللي مارسوا الرئيس نبيه بالري شوف هلأ هون رجعت خدت القضية آخر سؤال خلص بوعدك خدت القضية عند حدا بعيننا هذه الطائفية مكرسة منذ أن تأسس هذا الكيان يعني لم يتغير أعطيكي مثال أنا عم الشهيد حسن موسى عبد الساتر حسن موسى علي خضر عبد الساتر عم استشهد وهو يرفع العلم اللبناني على ساحة البرلمان استشهد منه الجيش الفرنسي ومن كان مع الجيش الفرنسي نعم ماشي نحنا بكل عيد استقلال نحتفل بمين رجالات الاستقلال من إني اللي كانوا أصلاً إنه يتعاملوا مع المحتل يه يه وإني كانوا جزء من المحتل بل متل ما عمل لك متل ما عمل لك بس كذبة كبيرة إن إحنا عايشينا من روح على العقل وهوضي الرسم العلم اللبناني مش أرشو لا بش صحيح كان لهم مواعف إيه بس إنه ما مارسوا لا قتال ولا مقاومة ولا أي شيء وبالعكس هن اللي استفادوا من الاحتلال الفرنسي زواء بشارة الخورية أو صبريحمادي أو كلهم ما هن استفادوا يعني اتكرس البلد لقلهم نتيجة الاحتلال الفرنسي يعني بمعنى أنهم كانوا جزء من هذا استهدى سبيب المقاومة إلى وجوه وأشكال مش كل مقاومة هي مقاومة عسكرية وبالقتل والدم عم بقول لا ما عم بقول نتفهم عم بحكي أنا عم بحكي إنه أسمى الشيء بالاستقلال هن الشهداء نعم عم بطلع نقول شهداء الصحافي اللبنانية ليش منحتفل فيه لأنه وجهة العثمانة قرر إنه هؤلاء يمثلون خطر على السلطن العثمانية وأعدمهم أعدمهم مع شهداء سورية بنفس اليوم يعني جمال باشا السفاح أعدم بالمرجة وأعدم بزيحة الشهداء وجوه الصحافة في لبنان وسوريا وبدأنا نحتفل بعيد شهداء الصحافي عيد الاستقلال هو نفسه لبنان وسوريا بنفس الوقت تأسس الجيش بنفس الوقت طيب نحن هان حسن موسي عبد الساتر هو اللي رفع العلم اللبناني بالله ده طيب ليش ما بينعمله ذكرى ليش ما الدولة بتطلع بتعمل احتفال بتقول هذا شهيد وكان بتدرك كان بتدرك اللبناني بنطلع منقول انه هؤلاء رجالات الاستقلال بنعمل اكليل طيب طاعوا عملوا اكليل لسعيد فخر الدين شهيد الاستقلال وحسن موسي عبد الساتر بما انه اتنينتهم كانوا بالجيش وبالدرك ما بيعملوها هذا تكريس للطائفية من وقتها تكرست الطائفية وقبلها بالألف تسعمية وعشرين تكرست الطائفية بالتلاتة واربعين تكرست الطائفية بالتسعة وثمانين تسعين طلع ميشيل عون الله يطول بعمره طلع ضده الطائف مش هك نعم صارت معارك وصار فيه الدنيا قامت مش هك ورجع العماد ميشيل عون قبل بالطائف من بعد ما ايجا بالألفان وخمسة مش هك الطائف نفسه هذا اللي رفضه العماد ميشيل عون هو كرس المزهبية وكلهم فاتوا رجعهم كلنا فتنا باللعبة يعني لم نعمل على الغاء المزهبية والطائفية بعد أن قبلنا بالطائف الذي كرس الطائفية والمزهبية نعم يعملنا حرب أهلية تحت عنوان الطائفية جينا وقفنا الحرب الأهلية وكرسنا الطائفية وهلأ عم نتهم بعضنا بالطائفية ناس بيقول طيب وناس بيقول لك جبران باسيل وقف عشان مقبوري الأحراش عشان يعمل توازن طائف وأنا برأي فيه التباس كبير بالموضوع طبعاً لأنه مش هك مش هك القصة بس خلص لبست القصة هيك لأنه عملياً توقف ووضي المأمورين تحت عنوان مين بده يشيل فكرة أنه جبران باسيل مش قصده المأمورين قصده يعيد التوازن لا يقول لك شو التوازن بين عادل من المأمورين يعني فكرة المأمورين كانت فكرة فكرة يعني كما بيقولوا لإعادة التوازن مش لأنه هو بده جد المأمورين يتعينوا وركبت هيك ومثل ما حضرتك سألت أنه الرئيس بر كرس طائفية لأنه طلع قال إذا كل واحد بده حصته على السكين يا بطيخ هذا الكلام مثل ما بنقوله سلبي كمان بنقوله إيجابي بمعنى أنه هذا يمثل بالنسبة للبيئة اللي جابته وهو كان حامل اللواءة كمان يمثل لإله منهجية لما بيعتبروه هيك بيعتبروه كمان جزء من اللي عم بيحافظ وهيكا مش بيطلعوا أهل السنة يقولولك أنه وقت الراحة الحريري انكسرنا الحريري يعني كان حامل اللواءة السنة لا الحريري ما كان حامل اللواءة السنة لما استشهد الحريري لبسوها العباية يعني ومشيوا فيها نحنا وصلنا لختم حلقتنا بدأ عيدك إن شاء الله بظروف أفضل لبنان والمنطقة أكيد من عيدكم مشاهدينا نحنا مثل ما قلنا ببداية هذه الحلقة هذه آخر حلقة بسنة 2023 نرجع من التقى بسنة الجديدة إذا طلعنا مع هدية بمن واخر الحلقة بأخر رأس أنت شو جاي بهدية معك حالة ما كنت لزبطي لي لنا خلاص شكرا لكم مشاهدينا وبي باي ترجمة نانسي قنقر